هلا بالطيبين وبالروائح الطيبي اليوم راح اعملكن اطيب مسقعة بشاميل كتير طيبي ومقادير بسيطة ما راح كتير كتير جربوها رائعة وتتعملوا المسقعة جربو تعملوا هذا الطبق اذا حبيته بالمرة القادمة بتكبروا المقاس شوي عن جد كتير كتير طيبي ولزيزي وطبق يعني شو دي لكن سبري طيبي ساخني وطيبي باردي مشان ما مطول عليكن بتمنى تحطوا لايك للفيديو تتفاعلوا عليه وتشاركوا مع اصحابكن اول شي عندي حبتين من البطاطا تكون هيك البطاطا طيبي مالحة بدي قشرها وقطع لدوائر هلا في ناس تقطع لمكعبات صغيري بس انا حبيت اني اعملها لدوائر وهذا الشي اختياري غسلتون ولازم يكون السمك بهذا الشكل ما تسمكوا كتير ولا ترققوا لانو في مرحلة تنهية القلي فيكن تقلوها بالزيت الحامي وفيكن تقلوها بالقلية الهوائية وفيكن تشوها بالفرن حسب ما بدكن اذا احتجت انا حبتين فقط بدي حطهم فورا بمصفى يغسلهم وبتركهم هيك شوية تنشفوا رح حط رشة ملح انا عندي السبينر سلد بيسهل عملية التنشيف اسرع رح نزل المي وكمان انا حاطة زيت على النار على مهل لبين ما قطع البطاطا والبيتنجان بيكون حمي عندي هي الكمية رح خلي على جنب لحتى تصفى عندي كمان بيتنجان هي الاكلي هيكي طيبي انو هلأ موسم الخضرة رح احتاج حبتين ما رح اعمل اكتر انو حجم البيتنجانات كبير والصيني اللي عندي انا عملتها صغيرة كمان بقشرة فيكن تعملوها درب اي ودرب لا او تقشوها كامل انا ما حبيت القشرة هالمرة فقلت بدي انزعوا بالكامل كمان بقطع دوائر تكون اسمك محبت البطاطا بشوية متعرفوا البيتنجان شوي يبيتبل ما بيلا اكتر متل البطاطا كمان رح حط عليهم رشة ملح ونشفهم وقليهم بالزيت عم سخن زيت بدي قلي البطاطا بالاول حتى تظل هيكي هنا حلو وبس هيكي استوى ثلاثة ارباع استواء ماء استواء كامل منرفع لنقصها الى مرحلة تاني لما نطبقها ونحطها بالفرن والبيتنجان كذلك بياخد هاد اللون الحلو برفعو وبخلي على جنب لحتي صفى الزيت هو البطاطا وبجهزن لتطبيق صينية المسقع وعندي كمان الفلافلي حسب الرغبة فيكن تحطو الملونة او فقط الخضرة ممكن بس حدي وكتروا الفلافلي هيكي شوي بتطلع اطياب انا استخدمت من الموجود عندي حطيت الاصفر والاحمر وعندي كمان قرون حدي خضرة عم حاول انزع البزر ما كتير حبيت هيكي يكون موجود بقلب المسقعة وهذا اختياري في ناس بتحب يكون موجود بكترة هلا بحط بمقلاي شوي من زيت الزيتون على نار متوسطة بدي قلب الفلافلي ما في اطياب من الفلافلي بالاكلات عن جد بس تشوحوا هيكي من الجهتين برفعو على جنب ما فعلت اليوم بالزيت الحامل غزير هلا بنفس المقلاي بحط بصلي مفرومي بهذا الشكل بصلي متوسطة حبتين من التوم مدقوقين وعندي هاي شقف صغيري من الفلافلي الحدي الخضرة بشوحهم شوي هلا بنعمل الصلصة عندي هون 200 جرام من اللحم المفروم حتى فيكم تحطوا اقل لسا هنكارب الفريزة شوي مجمدين رح احط رشة ملح ورشة فلفل اسود فقط لا غير منقلبه اللي حتى هيكي تنضج معنا اللحمة نوعا ما متل مو شايفين على نار اقل من الوساط هلا من خفف النار رحط معلقة من دبس البندورة معلقة ممسوحة وعندي هاي 3 حبات من البندورة مفرومين ويكونوا مستويات شوي مشان يدوبوا مع كل اسرع وانا فرمتوا مع القشرة وغطيهم وبتركهم على نار هادي لحتى تعقد عندي الصلصة هلا هيك صارت تمام وجاهزة برفعها وبخليها على جرام بدي اعمل هلا قصوص البشاميل بوعاء رح احط معلقتين من الزبدي ومعلقتين من الطحين لكل معلقة زبدي بدي معلقة طحين وكوب حليب اول شي بدوب الزبدي وبحمص الطحين شوي حتى ما يطلع له هيك طعم اثنين اه كنتم هداي النار بالاول هلا لما بدي ضيف الحليب بقوة النار شوي عندي كوبين من الحليب يعني نص لطر او بضيفو وبقلب على نار اكتر من الوسط مش شوي لحتى شوف الحليب بلاش يغلي هيك شوي بهدي النار شوي وبضيف رشة فلفل ابيض ورشة ملح مضال مستمرين من التحريك حلا بس بتركوا شوي على نار هادية يعقد يتسبك وبرفعه هيك بيكون عندي جاهز ما حبيت اعمله كتير سميك هيك تاخده مقادير رائعة حضر الطبق ونبدأ هلا بالتحضير حط اول طبقه بطاطا بعدين بيتنجان بوزع الفلفل ينشوفو خطوات جدا سهلي وبسيطة مجرد نحضر كل شي بصير عنا تطبيق ولا اسهل من هيك بنحط هلا الحشبة يعني مناسبة جدا للعزايم اذا كنت حبي تعملي صنف جاهزة المعدات كلاتها قبل بوقت وعلى جيتهم بتكونهم طبقه الصيني بس عشوية يعني ما بتاخد معيك عشرة دقايق بالفرن رجعت حطت كمان طبقتان من رقائق البطاطا واخر شي رح سقيا بالبشاميل او الصوس الابيض طبعا مشغلين الفرن على درجة حرارة 200 تشغل فقط من الاسفل بعدين بشغل اخر كم دقيقة بس لحمر الوجه بدي رش جبني على البشاميل هي هاي اللي بتجيب هاي نكهات الطيبة وهذا اختيارة فيكن تحطه كمان رشي من الزعتر اذا بتحبه او الريحان اول بقدونس انا اكتفيت برشة بقدونس بعد ما طلعت الصيني من الفرن تعطيه هيك لون وجمال اكتر وهذا الطبق بكل بساطة شايفين شو سهلي والله كتير كتير طيبة وطعمتها عن جد رائعة فيكن تاكلوه هيك بالشوكي وممكن تاكلوه بالخبز حسب الرغبة حتى بناسبي للولاد او للاطفال في البعض منن ما بحبي ياكل خضرة او بحبي ياكل لحمة ويمضغه لهاي نعمي ومعمل لهيك صلصة تدر تتحيلوا عليهم بهيك وصفات لتنوعو وياكلو خضرة يعني كأنكونا عاملين هيك معكرونا بالبشامي لبسه هما في معكرونا في خضرة واكلات اللبن كمان فينا نغش فيها وندخل فيها شغلات ونطعم فيها الولاد يعني نحاول قدر الامكان يعني ننوع لهم بالاكل انو تعرفوا الولاد عقلتهم يعني بالاكل صعبي وبيحبوا النشويات بكترة يعني كل شي رز كل شي مثلا في معكرونات اذا بتلاحظوا يعني قليلة ياكلوا خضرة فحاولوا بهيك اكلات دخلوا خضار ونوعو فيها للولاد نظامهم الغذائي انشاء تكون الوصفة عجبتكن جربوها ومتأكدي راح تحبوها اذا حبيتو حطوا لايك وشاركوا المقطع واشتركوا بقناته وفعل جرس تنبيهات على الكل حتى وصلكم كل شي جديد سلام